تبون الآن صار عنده ثلاث سنين من الحكم نتاعه لا شك هو أنه كان هناك ظروف اللي جاء فيها نحاوله هو أنه ندرسوا هذه الظروف اللي جاء فيها نعاينوا الوضع قبل ما جاء تبون في الوضع اللي الآن فيه الجزائر باش نديروا الدراسة والله استشارة في المستقبل كلكم تعرفوا باللي تبون جاء في ظل الحرك جاء بعد هو أنه كان بوتفليقة الله يرحمه كان فيه وضع سيء جدا كان على كرسي متحرك وكانت البلاد سيبة باختصار كانت البلاد سيبة بحيث هو أنه كانت دبرك مولاه سواء الناس اللي راه معايشين في الداخل ولا الناس اللي راه معايشين في الخارج تصدر قرارات فيما بعد هذه القرارات تجي قرارات معاكسة مما هو أنه ترك كثير من الأسئلة وصارت الناس تتسائل وتطرح في السؤال الرئيسي من يحكم الجزائر كلكم راكم عينتوا هذه المسائل كلكم شفتوها وكلكم عيشتوها ومما هو أن ننتج غضب غضب عارم واللي أدى إلى الحرك بطبيعة الحال هناك أسئلة حول الحرك هل طرح كان عفوي ولا كانت فيه جهات هذه رأنا نقشنا في عديد المداخلات وفي عديد الحوارات المهم كان هناك حراك حراك في الداخل وفي الخارج وصارت الناس تقول بالشعارات اللي سمعتوها بل منكم ربما اللي رددها بودفليقاي المروكي مكنش العهدى الخامسة وفيما بعد شفتو كيف جريت الانتخابات وكيف وصلت تببون تببون أعلن في الحملة الانتخابية أنه يرفع الظلم على الجزائريين والجزائريات وتعهد أمام الجزائريين والجزائريات برابع وخمسين التزام سماها تيمون بأربع وخمسين تعثورة وحتى أنه في القمة العربية أجرى تعديل دستور بمناسبة أول نوفمبر واللي كانت فيه مقاطعة عارمة وأيضا داروا هذه القمة العربية في الجزائر بمناسبة ثورة عنوفمبر واحدين أقدروا نقولوا وش نحب لكن أنا ما نحبش نتكلم واحدين أنا مذبية على جلباش خاوتي الجزائريين والجزائريات في الداخل وفي الخارج يساهموا معي في هذا النقاش ونسمعوا البعضنا البعض ونحاولوا هو أنه نفهموا من بعضنا البعض لأنه بدون حوار حاجة ما راح تسقم في البلاد اكتداءا من الأسرة وطلع إذا ما كانش حوار في الأسرة حاجة ما تسقم لقد تعرفوا باللي هذا تبون جا في ظروف إذن ومش الظروف فقط لما نتكلموا على بوتفلقة بوتفلقة أيضا جا في ظروف بوتفلقة مجاش على الكرسية متحرك جا وهو بصحته ولو أنه قالوا في ذاك الوقت فرع عنده كلوة ما يشتمشي في 99 لكن جا أيضا في ظروف بحيث هو أنه كانت هناك حرب دائرة في الجزائر والجزائريين يتساءلون من يقتل من جزائريين وجزائريات هموتوا بالألاف مجازر لا سيما الناس اللي عيشوها وأنه واحدة من الناس اللي عيشت في الأزمة عيشتها كلها في الجزائر ونعرف التفاصيل تاها عيشنا الأزمة في الجزائر بحيث هو أنه نبت في اللقاء لقى وضع وضع مادي خانق بحيث هو أنه كانت هناك أزمة اقتصادية جاءت نتيجة الحرب على العراق وأيضا على ليبيا لأنه ليبيا ربما من الشباب هذو اللي راح مزادوا في السعينات والله في الألفين هذو ربما ما يعرفوش وش الش اللي يجرى راها كانت هناك حرب على العراق كانت أيضا كانت ليبيا كانت محاصرة قابل ميصر هذا التعام ما يسمى بالربيع العربي هذه راجت فيما بعد إذن بوت في اللقاء أيضا لقى ظروف زروال نفس الشي لقى ظروف لقى ظروف بحيث هو أنه كانت هناك عملية تمرد داخل المؤسسة العسكرية وحدث انقلاب واغتيلها الرئيس محمد بوذيف اللي جابوه أيضا من المغرب جابوه أيضا في ظروف ظروف ثاني وشاهد لي كيف كيف ثاني جا في ظروف جا في ظروف بحيث هو أنه الله غال بهواري بمدين الله يرحمه جاهم مرض هكذاك الله غال ما عرفوه اللي تسمم اللي قتله ولا المهم مات وجابه جا شاهد لي جا في ظروف ثاني وبمدين ثاني جا في ظروف لكن الظروف نتاع هواري بو مدين وتاع بمبلة أيضا ثاني جا في ظروف جا في ظروف بحيث أنه كانت هناك حرب ضائرة ماتوا فيها الملايين من الجزائريين وكاين اللي تنفاوا وكاين اللي تهجروا وكاين اللي رحت الأرزاق نتاعهم وكاين اللي مساكننا وصيبوا بعاهات مختلفة المهم أيضا بنبلج في ظروف إذن كل واحد من هذه الرؤساء اللي مروا كلهم كل واحد عنده ظروف يعني ما يجيش واحد ذك أنا يصور لي ذرك هذا الظروف اللي جا فيها تبون بحيث هو أنه رحا كاين البلاد كاين طرقات كاين مساجد كاين مستشفيات كاين هناك جامعات كاين هناك مصانع كاين هناك شركات يعني جالقاها طيبة يجي هو أنه يقارن لي الظروف اللي جا فيها تبون بالظروف اللي جا فيها بوتفليقة بوتفليقة راها كانت الدماء تسيل وزروال كانت الدماء تسيل وبومدين وبنبلة جاوا بعد حرب اللي دمت أكثر من قرن وثلاثين سنة ظروف إذن اللي جا فيها تبون تختلف تماما على الظروف اللي جوا فيها الرؤساء اللي قبله جاء تبون يا سيدي الظروف هذه اللي جا فيها تبون مش مليحة جاءت مع الكورونا وتغلق العالم كامل نقرأ هذه الأعذار ونتفهمها وأيضا أوصيب بالمرض المهم كين أسباب اللي أدت هي أنه بتروله جزء من رجله ووالله كذا واضح من أنه راه يوم يخفيه في هذيك المسائل لكن راه واضحة العيان أنه راه ما بتروله شيء من رجله وراه يمشي يعني الناس راه تشوفه من خلال الحذاء اللي ما يبدلوش راه تشوفه راه يمشي بها نتفهمه هذيك واضح أيضا ثاني مريض راه مد الأخير راه بين اللي بدلوه لسنية حتى شنقرحة ثانية هم بدلوه لسنية وبدل سنية يختم سنين ملاح وفضاء واشيال هذيك راه كين الظرو كين الظرو في اللي جات كانت هناك ما صانعوا شركات كانت في وقت من الأوقات كانت تشتغل ومن بعد جمدوها شكون اللي جمدها عودوا رجعوها واشياليها سيدي حاجم لها خلي المواطنة سيدي يعيش يتبحبح في الجزائي واشياليها واشياليها واشيالي الان الأشياء اللي جابيها تبون في وقت من الأوقات كانت الناس تقول على طحكوت وعلى حداد أنه هذاك رامين فخو رامين فخو في كانوا يقولوا على الطحكوت هذاك رامين فخو في البنو دور كسرنا قال هو مصنع مصنع أنت عفياض ما أنت واش ما أنت تبلعيط مازال ما أنت بليت تظليل مازال ما أنت بلي الكذب مازال ما أنت بلي صحانية الوجوه مازالت لو كان قال مثلا الناس تكون هناك يعني تكون صدق وتكون هناك مصارحة وتكون هناك شفافية المواطن هذاك رأى هو يستعيد الأمل لكن لما تبقى سياسة تبلعيط وتعلك كذب يروح زيد والله يجي عمر كيف كيف لو كان مثلا قال أود الجزائر باش انت دير مصنع على شكل مرسوداس يجب أن يكون لديك مخاخ كما اللي رأى موجودين في مرسوداس ولازم يكون هذو العمال متكونين يعني تروح تجيب لي انت واحد ذكر سبحون إخاوتي يا ما نش نطيع والله نتكلم في واقع اللي رأى الناس تشوفوه رأي العين قال تروح انت تجيب انت واحد كين مرة على مرة بعض الاخوة هكذا مثلا في الصحراء هكذا في الجنوب هكذا فانت ضك مثلا هذا المصنع انت على السيارات لكي تخدم انت المصنع على السيارات لازم الناس كي الناس اللي رأى ميحوسوه هو انه يكون هناك مصنع مياه بالمياه جزائري بمعنى انك الالات انت اللي تصنحها تتحوس انت تجيب الالات من المانيا والله تجيبها انت من من الصين والله من كذا وصناع مياه بمياه الجزائري من هنا خدم انت صين عن تجيب انت محركات اللي تخدم بها ودير انت ربوات اللي يدير بها عندنا عندنا رجال وعندنا ورهم ورهم اللي عندك عندك هذا حباء روح وسمعوه رهم دوره معه حوار في وقت من الأوقات كيف سمعوه لما كان هو أستاذ يروح كل يوم يروح البسكر على جلب يقر السكن وكيف كان حاصل وكيف راح هو راح له انت راح على الأسئلة وش اللي خلى هذه الإطارات هذه الكفاءات اللي يخرج من بعد حكي انتم على التصنيع ونجي للأمور هذه النقش وحدة بوحدة إذن انت لما تحكي انت وكان وما تكلموا منطق العقل ها تكلموا منطق العقل قال اودي الله غالب عندنا صحيح عندنا إطارات صحيح عندنا كفاءات صحيح عندنا رجال ولكن الله غالب باش انت تبدأ انت في مصنع وتبدأ انت في تصنيع انت السيارة هذه راح مجيش هكذاك راح لازم لها عمال لازم لها التكوين لازم لها ألات لازم لها كوادر لازم لها تقنيات باش انت تخدم انت السيارة تولي انت صنع جزائري وكان هم صارح الناس قال صحيح نرى نجب نألة من الخارج نرى نحتاج مثلا قطع تعل الغيار باش منظل وش نرح نجيب فيه جاد قال مثلا تحت شعار هذا تعل التصنيع والله قال هذه بداية تكون وسيلة لجل باش نكون العمال ونعطي فرصة يعني لبعض الطاقات كما راهم داروا في سامسونج وكما راهم داروا في شركة اخرى راهم موجودة في الجزائر هو انه جابوا طاقات وجابوا كذا وبدوا هما شيئا فشيئا حتى باش هما صاروا يركبوا وصاروا كذا وكذا وش عليا ولكن تكون في اطار شفافية وصدقة بالعيط هذا لا كيف تسمي مصنع انتك تشوف انت خاصة الان قال بكري قال مثل التلفاز وانت راك محاكم كل حاجة ما تفوت كل شيئا انت نفتح المباشر يجو الناس يتكلم عن المباشر والناس تشوف وتسمع ذكر كل شيئا الانترنت يعني انت روح اكتب انت قال مصنع مرسدس ودخل شوف مصنع طيوتا ودخل شوف مصنع انت فولسفاق وشوف شوف بعينك شوف انت المصانع شوف انت الناس كيف شرها تنتج وكيف شرها تصنع والناس قاعدة تبلعت تبلعت هذا علاش اذا لاش انا راني نتكلم في الكلام هذا نقرأ الاعذار ولم نقرأ الاعذار نقرأ البوتفليقة نقرأ الشاد الزروال نقرأ البوذيف نقرأ الجزائر راه كانت تحت رحمة احتلال ولكن هل ترى السياسات تبدلت قال مثلا انت في وقت بوتفليقة هه كانوا قولوا بوتفليقة راه شرب قهوة هه بوتفليقة راه تغدا بوتفليقة بوتفليقة راه وستقبل الوزير بوتفليقة كافر المنتدى في سويسرا بوتفليقة راه لليابان بوتفليقة كانت الطيارة لا تحبس وكانت الناس تفطر بوتفليقة تعش بوتفليقة تتغد بوتفليقة هل ترى السياسات هي راح هل ترى ننشوف في وجوه جديدة هل ترى نشوف في عقليات جديدة يا هل ترى راني نشوفه في سلوكات جديدة راني نشوفه فيها في التعاملات في الإدارة في كل شيء في كل مجال راني الآن في واحدة تكنولوجيا رهيبة بحيث هو أنه الإنسان يعني بتطبيقات صغيرة هكذا يقدر يصنع يصنع العجب وناس ما زالها عايشة في واحد الوضع الله أعلم به يا هل ترى تبدلت سياسة كي نسلوكات جديدة راني نشوفها المواطن صارت الناس تبحث على كروشا لما يجيبولو حقه كأنه صار معجزة المفترض هو أنه يكون هذا الأصل الناس صارت تفرح باللي راهم دارولهم الدقيق بمئة الف معرسين وراهم قلبولهم الزيت بستين الف معرسين سياسة يشكل يدارها بل صاروا المواطنين يقول لك المشكل في الشعب شعب اللي مش حبي يخدم وشعب اللي كذا هو اللي فنيان وشعب اللي هو يحوي صغير فقط إذن هناك أسئلة عديدة راه الدور حول الموضوع هذا بطبيعة الحال أي إنسان عاقل أي إنسان راه هو يحوص عن المصلحة نتعى البلاد راه خاصة في مسألة نتعى تسير هذا راه تسير تعبلاد مش إنتعى غالوري ولا إنتعى قهوة هذا راه بلاد كإن هناك سراعات كإن هناك حساسية مختلفة سراعات قديمة كإن هناك مشاكل الاقتصادية كإن حرب راه ضائرة بين روسيا وبين هذا تعال جمعة حلف حلف الناطو كإن هذه التداعيات تنتعى كورونا كإن تراكمات مختلفة راه هائية أدت إلى هذا الوضع ولكن الآن في هذه السياسة جديدة اللي راه هذوق جد في هذا حتى باش حنا نستشرف المستقبل لأنه المستقبل هذا ما يجيك شوحده يجيك يحبو يجيك يزحف مستقبل هذا تصنعه من خلال الشي اللي رك توجد فيه انت للمستقبل تذوق عندك ثلاثين ألف قال مثلا سكن رايح تبنيها وعندك انت مئتين ألف طلب على خمس سنين شحال رايح يكون عندك لازمك انت تستشرف المستقبل من خلال إحصائيات فتقدرش انت تخدم هكذاك فالوضع اللي رايح الآن عايشته في البلاد يا هل ترى هذا الوضع يبشر بالخير يا هل ترى هذا الوضع هو يخلينا نأمله في هذا المسؤولين في هذا الحكام رايح جات ضرق مثلا هذه القمة العربية وجات هذه نتاع الألعاب البحر الأبيض المتوسط هذو الحداثين حداث الأخرى رايح الناس مولفتها انتخابات رايح الناس تعرفها من بكري مايش حاجة جديدة بالليل إرادة انتها شعب مغيبة كاين فيه إلى حد ما لكن الأغلبية والإرادة انتها شعب مغيبة بدليل المقاطعة ومع ذلك قاطعة الناس انتخابات رئاسية وقاطعة الناس الدستور وقاطعة الناس انتخابات شريعية والبلدية ومع ذلك صم بكم عمي ومكملين في الطريق وحابين يفرضوا الأمر الواقع للشعب الجزائري ويستعملوا في سياسة الهرب إلى الأمر